اوروبا فرنسا باريس الخامسة والعشرين من تموز يوليو الفين مطار شارل دي جول الثانية عشرة والنصف بعد الظهر مئة رجل وامرأة وطفل أكد حجزاتهم على متن رحلة اي اف خمسة الاف واربعمائة وتسعين بعد أن قدموا من كل أنحاء ألمانيا منتظرين رحلة العمر إجازة حلموا بها كلفتها 13 ألف دولار على الأقل تبدأ بطائرة الكونكورد الأسرع من الصوت المتجهة إلى نيويورك ثم تكمل بجولات بحرية فخمة بالكريبي الرحلة كانت بالنسبة لوالد جورج ماير متعة خاصة للاحتفال بتقاعده سنة الفين كان عيد ميلاده الخامس والستين وكان يريد القيام بهذه الرحلة مع شريكه للترفيه سفراتهم دائما يجب أن تكون شيئا مميزا الكونكورد هي طائرة ليس لها مثيل فخمة ورائعة وقبل كل شيء سريعة جدا تصل سرعتها إلى أكثر من الفين ومائتي كيلومتر في الساعة وتربط أمريكا الشمالية بلندن أو باريس في خلال أربع ساعات تقريبا شكل الكونكورد الفريد بمقاعدها الرفيعة الشكل مع أجنيحة دالتا الواسعة تمكنها من السرعة عبر السماء لتقطع ثلاثة كيلومترات كل ست ثوان جون هاتشنسون يطير بالكونكورد منذ خمس عشرة سنة أفضل طريقة لوصفها ببساطة يمكننا القول إنها كانت نسلا جيدا ومتكاملا كانت طائرة قوية ومتجاوبة وجميلة كفائز بسباق كانت كداربي إذا أحببت بحلول الساعة الحادية والنصف تأكد أن كل المسافرين وصلوا ليباشروا رحلتهم الأسرع من الصوت الكابتن التجربي كريستان مارتي يستعد بقمرة القيادة للطيران محب الرحلات بأيد أمينة مارتي هو أحد طياري الخطوط الجوية الفرنسية المتمرس وصاحب الخبرة مغامر وصاحب مواهب استثنائية عام 1982 كان الفرنسي كريستان مارتي أول من ركب الرياح عبر الأطلسي هو شخص مشهور في وطنه في داخل الكونكورد الكابتن مارتي يراجع سجلات المراقبة قبل الطيران مرافقه مهندس الملاحة الجوية الخبير جيلو جلا الذي وصل الآن لمباشرة عمله في فترة بعد الظهر في العادة أداوم في برج المراقبة الجنوبي لمطار شارل دي جول في باريس في هذا اليوم تحديدا لم يكن من المفترض أن أكون في عملي لكن أحد زملائي طلب في اليوم السابق أن نتبادل ساعات العمل فتبادلنا مع التبديل الذي جرى ثمت ترقية غير متوقعة حدثت جيلو جلا أصبح المسؤول عن جهاز إقلاع الكونكورد طائرة الكونكورد هي وحيدة من أجمل الطائرات التي رأيتها في حياتي أحببت مراقبة إقلاع وهبوط هذه الطائرة كثيرا أثناء تفقد الكابتن مارتي المحرك الثاني قبل الطيران عرف أنه يعاني من عب تقني قطعة صغيرة بحاجة إلى تبديل المشكلة لم تكن مهمة لكن الأمان بالنسبة لقوانين السلامة في الكونكورد كان دائما موضوعا أساسيا بعد أربعين ألف رحلة وتسعمائة ألف ساعة طيران لم يصبق أن كان هناك أي ضحية عملية الإصلاح أخرت عملية إقلاع الكونكورد ساعة تقريبا الساعة الثالثة وأربعا وخمسين دقيقة بدأ الركاب بصعود إلى الطائرة من بينهم كانت عائلة إيتش كريستيان وأوندريا وولديهما ماكسيميليان وكاترينا كلاوس ومارغريت فرينزين كلاهما من المعلمين الذين كانوا يغفرون ثمن تذاكر الرحلة منذ عشرين سنة عائلات عادية تريد السفر لأجل مغامرة استثنائية عند الساعة الرابعة وخمسين وثلاثين دقيقة بعد الظهر كانت الكونكورد جاهزة للمغادرة التوقعات كانت تتزايد أثناء توجه الطائرة النفاثة الأسرع من الصوت إلى المدرج من برج المراقبة جيل لوجلا أعطى لذن لطائرة الخطوط الجوية الفرنسية بالإقلاع عن يمين المدرج السادس والعشرين الساعة الرابعة وأربعين دقيقة بعد الظهر إلى الآن كان كل شيء طبيعيا بالنسبة للطاقم والمسافرين الكابتن مارتي أوصل الطائرة إلى بداية المدرج وهو جاهز لإطلاق قوة المحركات الأربعة من طراز رولست الكونكورد بالنسبة للطيار المتمرس جون هاتشنسون فإن لحظة مثل هذا هي دائما مميزة عندما تفتح الصمامات بقوتها الكاملة ستشعر بالاندفاع الضخم لهذه القوة في ظهرك أثناء سرعة الطائرة إلى أسفل المدرج وستشعر أيضا بشيء آخر هو أن الطائرة تريد في هذه اللحظة أن تدخل المجال الجوية بأسرع ما يمكن حتى تصبح بمحيطها الطبيعي كنت أراقب الكونكورد وهي تكتسب القوة على المدرج كانت أجمل مطار في هذه الوضعية هذه طائرة ثقيلة في البداية تكون بطيئة لكنها لاحقا تكتسب السرعة الكونكورد تتسارع لتصل إلى مدرج الأربعة ألاف متر وسجلت سرعتها ثلاثمائة وعشرين كيلومترا في الساعة من خلال استخدام بيانات الكمبيوتر تمكن من معرفة ما سيحصل لاحقا بالنسبة لجيل لوجلا هي لحظة من الرعب الممتع فجأة رأيت النيران خلف جسم الطائرة تماما قفزت إلى المايكروفون لأقول للخطوط الجوية الفرنسية إن ثمت نيرانا خلفكم الكابتن مارتي لا يستطيع رؤية النيران وبسبب سرعة الطائرة أصبح إلزاما على الكونكورد أن تقلع بقي ألفا متر من المدرج لكن الكونكورد تحتاج إلى ثلاثة كيلومترات إضافية حتى يكون أمامها فرصة لتتوقف بسلام بعد هذه السرعة مهما كانت حالة الطائرة فإنها يجب أن تقلع ولم يكن ممكنا إلغاء عملية الإقلاع وبينما كنت أراقب النيران رأيت مقدمة الكونكورد ترتفع عند الساعة الرابعة وثلاث واربعين دقيقة وخمس عشرة ثانية سحب الكابتن مارتي عصى التحكم وبدأت الكونكورد بالارتفاع في الجو وهكذا طارت الكونكورد كما بدت للمراقبين مارتين بورني تعمل في مكتب على الحفة الغربية للمطار عند الساعة الرابعة واربعين واربعين دقيقة طرى شيئا مخيفا كنت أنظر من نفذتي فرأيت طائرة الكونكورد ترتفع ببطء شديد وذيل الطائرة كان يحترق كنت خائف كثيرا لأنه مع كل هذه النيران التي رأيتها كنت مقتنعة أن الطائرة ستنفجر هنا أمام المكتب وانطلقت الطائرة المنكوبة مباشرة إلى الجو للقرب من عمل مارتين كان الساعي إمانويل فيرمينيو يقود شاحنته مرا بنهاية المدرج عندما ذهبت الكونكورد كانت النافذة عندي مفتوحة وكنت أرتدي قميس بولو وبإمكاني القول إن الحرارة التي كانت تقذفها الطائرة إلى الخارج ذوبت أجزاء من قميسي وسببت لي حروقا بسيطة في ذلك الوقت كنت أشعر حقا بحرارة الأرض بينما كان الكابتن مارتي يكافح للسيطرة وكسب الارتفاع كانت النيران تأكل الجناح الأيسر المشهد البشع الذي التقطته آلة تصوير زوجة سائق الشاحنة هو شريط الفيديو الوحيد الذي أظهر الكونكورد وهي تحترق سيثبت وسطة حيوية في التحقيق في مطار باريس أقلعت الكونكورد الأسرع من الصوت في هذا الوقت لكن النيران الآن مشتعل بالطائرة وفي داخلها 109 أشخاص يواجهون الخطر والثواني 69 التالية ستكون حرجة الساعة الرابعة و43 دقيقة و30 ثانية الكونكورد تكافح لتبقى في الهواء وهي تبعد 30 مترا عن سطح الأرض الطائرة المشهولة ستتحطم فبلدة غونيس التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف شخص كانت الطائرة تعبر فوقها مباشرة كريستين تيربان كانت تقود سيارتها متجهة إلى منزلها من محطة الوقود التي تملكها بغونيس كنت عائدة إلى المنزل عندما رأيت الطائرة كانت النيران مشتعلة بالكونكورد من الخلف أبطأت سيري وصرت أمشي على مهن رأيت الطائرة تحترق من الخلف لم يعود عند الكابتن مارتي حلول جناح الكونكورد الأيسر يتفكك رجل الأعمال باتريك تاس كان يرى طريق الطائرة بشكل مباشر كنت في مكتبي أتحدث مع الوكالة النفذة في مواجهة المدرج فلفت انتباه صوت غريب وقوي كانت النار مشتعلة بطائرة الكونكورد بقوة الكونكورد تميل إلى اليسار المقاعد والحجرات تتطاير باتجاه الأرض الساعة الرابعة وخمسا وأربعين دقيقة هذه اللحظة كانت لحظة رعب لكل مهندس في الملاحة الجوية أمسك جيل لوجنا بالمايكروفون اتصلت بالخطوط الجوية الفرنسية وقلت الخطوط الجوية الفرنسية هل تسمعونني؟ رددتها مرتين لم يكن هناك جواب الطائرة الأسرع من الصوت زويدت بالوقود وعلامتها مائة وتسعة أشخاص ثم تحطمت على سطح فندق على أطراف بلدة جوناس كرة نارية مرعبا فجرت بعدما اصطدمت بالمبنى في هذه اللحظة كانت المعلمة البريطانية أليس بروكينغ قد وصلت إلى غرفة في الطابق الأول ركدت مباشرة إلى باب الغرفة التي كنت فيها شاهدت النيران ورأيت أنه لا يوجد أي مخرج عن طريق السلم قفزت عبر الغرفة ثم قفزت من فوق السرير لأصل إلى النافذة لحسن الحظ رأيت موظف الاستقبال الذي كان واقفا في الأسفل قال لي يجب أن تقفز من فوق في الوقت نفسه كانت كريستين تيربان أيضا تشاهد الانفجار وهي خائفة من الأسوأ سقطت من المكان الذي كنت فيه حسبت أنني سقطت على محطة الوقود لأن ابنتي والفتاة التي تعمل عندي كانتا هناك وهما ما تتامعا بينما كانت كريستين تيربان قد وصلت بسياراتها سقطت يد أحد المسافرين على طريق محطة الوقود شيء مخيف هو ما تتذكره كريستين عن مصير المسافرين عندما ترى معصم اليد ليس باستطاعاتك فعل أي شيء لكنني كنت أتخيل كيف كان الوضع بالنسبة لمن كان على متن الطائرة خلال ثماني دقائق من التحطم وصلت العشرات من سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الحادث مأساة مخيفة ليس بالنسبة للذين كانوا على مثل كونكوردو حسب ولكن بالنسبة للذين كانوا في الفندق أيضا رئيس دائرة إطفاء الحرائق العقيد فابريس شوفان يقود عملية الإنقاذ في الوقت الذي كنا متجهين في السيارة كان هناك الكثير من الأشياء تخطر في بالي الشيء المهم بالنسبة إلي هو أن نقسم العملية إلى جزئين منفصلين الأول إطفاء نار الطائرة وإنقاذ الباقين والثاني تنظيم معالجة الجرحة قبل نقلهم إلى المستشفى كثافة النار كانت كبيرة بحيث ستستغرق ثلاث ساعات لتصبح تحت السيطرة كما تظهر صور أخبار التليفزيون فمن المستحيل تمييز البقايا المتفحمة للطائرة والفندق محاولات الإنقاذ كانت من دون جدوى فمائة وثلاثة عشر شخصاً ماتوا أربعة منهم كانوا في الفندق والباقي كانوا على متن الطائرة ثلاثة أجهال من عائلة إيتش أبيدت أجداد الأطفال كانوا يريدون منح العائلة عطلة العمر فحجزوا لرحلتهم على متن الكونكورد الأستاذ كلاوس وزوجته مارغريت فرينزين كان يوفران المال منذ عشرين سنة ليطيروا على متن الكونكورد بدأ عمال الإنقاذ المهم المرعب لسحب الجثث من موقع الحادث كينزا راشد كانت طالبة وموظفة في الفندق ماتت وهي في التاسعة عشرة من العمر وكانت قد انضمت إلى موظفي فندق ليسيمو قبل يوم واحد فقط من حدثة التحطم لتكسب بعض المال لأجل الإجازة ضحية ثانية وهي خادمة الغرف ديفراني تشاندونسينغ ماتت وتتركت خلفها الطفلين أغلب الجثث احترقت ولم يتم التعرف إليها حتى الأطباء الشرعيون لم يتمكنوا من التمييز بين الضحايا إلا عن طريق سجلات أسنانهم كان الوقت صعبا ومخيفا بالنسبة لأقرباء بعض الضحايا كالجورج ماير من الأشياء التي كانت أكثر صعوبة بالنسبة إلي هي التعرف إلى والدي وشريكه يمكننا القول لم يبقى الكثير من المسافرين بعد تحطم الطائرة هذا الشيء كان صعبا جدا يجب على جورج أن ينتظر أسبوعين قبل أن يتعرف الأطباء إلى بقايا والده كان يجب أن ننتظر هذه المدة كان الأمر مزعجا مع مرور هذا الوقت عملية التحطم باغتت الجميع الكونكورد ملكة الجو الطائرة التي جعلت من السفر بأسرع من الصوت حقيقة وتلبي أحلام الناس لم يحصل أن حدث معها حادث قاتل كهذا قبل هذه اللحظة كل العملية استغرقت 120 ثانية فقط لتحطيم هذا الرقم القياسي الآن إذا استرجعنا أحداث هذا اليوم الحاسم وتعمقنا بالتحقيق فسوف نستطيع أن نكتشف ما الذي حدث تحديدا من خلال استخدام الكمبيوتر الذي سيأخذنا حيث لا تصل آلة التصوير إلى قلب منطقة الكارثة المكتب الفرنسي للحوادث الجوية أرسل أحد المحققين الكبار الذين يعملوا معهم وإذا استعملنا بياناتهم فسنتمكن من جمع السلسلة القاتلة من الأحداث التي حصلت وما سبب هذه المأساة الفضيعة في الوقت الذي بدأت فيه التحقيقات لم يكن هناك شيء ممنوع هل إن الكابتن مارتي هو الذي ارتكب هذا الخطأ القاتل؟ أو كان هناك عطل خفي في الطائرة المثالية؟ أجر المحققون فحصات دورية على لوائح الأمتعة والمسافرين فوجدوا شيئا مريبا 19 قطعة من الأمتعة بحسب تقرير التحميل لم يكن من المفترض وجودها على الطائرة لأنها ليس لها علاقة بالمسافرين في هذه الرحلة هل من المعقول أن يكون هناك إرهابيون يحاولون تهريب قنبلة في الطائرة؟ لن تكون أول مرة 270 شخصا ماتوا عام 88 عندما زرع الإرهابيون قنبلة في الأمتعة فحطمت طائرة تابعة لبان أمريكا بحادثة لوكربير رهيبة المحققون في جونيس قسموا موقع تحطم الكونكورد إلى شبكة حتى يتمكنوا من إجراء بحث دقيق صوروا ووضعوا علامات على كل شيء وجدوه في كل قسم كانت هذه عملية جدية وقد استغرقت أربعة أسابيع ثم أخذوا كل جزء من الحطام ليتعرفوا إليه ويحللوه ثلاثة هنجارات في مطار آخر في باريس هو مطار لبورجي أصبحت مكان استراحتهم النهائية هذه الكومة من الخراب هي كل ما بقي من الفندق مثل هذه الكثافة من الدمار والنار تهدم مبنى مؤلفا من أربعين غرفة ليصبح كومة أنقاد لا أكثر وهذا الذي تبقى من الكونكورد أحد أهم إنجازات الهندسة الحديثة هو الآن مجرد كومة من المطاط المتفحم والألمنيوم والبلاستيك الذائب وأعمدة الهايدروليك المكسرة المحققون الفرنسيون فصلوا ورمزوا كل قطعة في هذه البقايا المحترقة تكمن الأسباب الحاسمة التي سببت تحطم الكونكورد خلال ساعات استعاد المكتب الفرنسي لفريق الحوادث الجوي الصندق السوداء هذه الأدوات عادت أن تحملها كل الطائرات لتسجيل البيانات التقنية المهمة خصوصا محادثات الطيارين في قمرة القيادة قاموا بتحليل الصندق السوداء لم يسمعوا أي صوت لانفجار كان من الواضح لهم أن الذي حصل ليس عملية إرهابية المحققون مجبرون على البحث عن سبب آخر ركزوا على الدقيقة الأخيرة من إصلاح المحرك الذي طلبه مباشرة الكابتن مارتي قبل الإقلاع عرفوا أن الكونكورد عادت من نيويورك قبل يوم بعطل في الدافع العكسي في المحرك الثاني الدافع العكسي يساعد على إبطاء حركة الطائرات بعد الهبوط حلل المحققون صندوق تسجيل المعلومات على الفور لكنهم لم يجدوا أي دليل يثبت أن عطل الدافع العكسي يمكنه أن يتسبب بالحادث الضغط يتزايد لإيجاد الأجوبة وإلى حين انتهاء عمل السلطات الفرنسية أوقفت كل رحلات طائرات الكونكورد الضوء مسلط الآن على الثواني المائة والعشرين عند بداية إقلاع الكونكورد الكابتن جون هاتشنسون قام بمئات عمليات الإقلاع بالكونكورد من قبل عندما تتوقف بدورك على المدرج الكابتن في هذه اللحظة سيضغط على ساعة التوقيت ويفتح الصمامات الخانقة بالكامل وظيفة الكابتن أن يبقى مباشرة في أسفل المدرج ووظيفة مساعد الطيار العمل على سرعة الاتصال ومهندس الطيران يجلس ويراقب كل الآلات لسيما تلك التابعة للمحرك بيانات الصندوق الأسود وضحت أن كل شيء كان طبيعيا إلى أن وصلت سرعة الكونكورد إلى ثلاثمائة وثلاثة وعشرين كيلو مترا في الساعة الكونكورد الآن على بعد تسع وسبعين ثانية من حصول الكارثة سجل البيانات كشف عن عطل مفاجئ بكهرباء المحركين الموجودين تحت الجناح الأيسر وعلى الفور التقط صندوق الأسود التحذير من برج المراقبة الخطوط الجوية الفرنسية هناك حريق على الرغم من التحذير كان الطيار مارتي قد عبر نقطة لا عودة مسافة المدرج لم تكن كافية ليتوقف بسلام وكان ملزما أن يطير سحب عمود السيطرة ليلف الطائرة من المقدمة إلى زاوية أعلى من اثنتين عشرة درجة فاصل تسعة لأنه كان يواجه مشاكل بمحركات الجانب الأيسر فهي لم تكن تنتج القوة التي يجب أن تنتجها وكان يبذل جهدا كبيرا للسيطرة على الطائرة ويحاول أن يصل إلى سرعة المطلوبة ولكن كانت المشاكل قد تفاقمت بسبب عطل محركات الجانب الأيسر أصبحت المحركات هي الهاجسة الجديدة في التحقيق لماذا فقدت القوة في مثل هذا الوقت الحرج قبل دقيقتين من انتهاء رحلتها طائرة الكونكورد التابعة للخطوط الجوية الفرنسية تحطمت لتقتل معها 113 شخصا إنها ضربة قاسية لأول طائرة أسرع من الصوت في العالم من خلال استخدام رسومات الكونكورد المتقدمة والمستندة إلى الطرير الرسمية سنتعمق بالتحقيق لكشف السلسلة القاتلة لهذه الأحداث عرف المحققون أن محركي الجانب الأيسر فقضى القوة عندما كانت سرعة الكونكورد قد وصلت على المدرج إلى 323 كم في الساعة لكن لماذا؟ ثم ظهرت فكرة جديدة ومهمة وجد المحققون الفرنسيون عدة أجزاء لإطار على المدرج وزن أحدها 4 كيلوغرامات ونصف أكدت الاختبارات بسرعة أنها كانت للكونكورد وهذا تقدم مهم لماذا؟ لأن إطارات الكونكورد تنفخ بضغط عال يفوق الضغط الذي تنفخ فيه إطارات أي طائرة ثانية خصوصا أثناء إقلاعها وهبوطها الطيار جون هاتشنسون سوف يوضح لنا في الحقيقة عندما يقوم الكابتن بسحب عصى السيطرة إلى الخلف ليقوم بتبدين السرعة فهو في الحقيقة يضغط بشكل قاس باتجاه المدرج وهذا يتسبب بجهد أكبر على الإطارات بهذه اللحظة المعينة هذا الضغط الإضافي يجعل إطارات الكونكورد ضعيفة جدا والآن هناك شيء جديد محقق الحوادث الفرنسيين راجعوا السجلات واكتشفوا أن حدوث انفجار بإطارات طائرة الكونكورد أمر بعيد ونادر تعرفوا إلى أكثر من خمسين سببا لحالة انفجار الإطارات خلال الإقلاع والهبوط على مدى 24 سنة إحدى أسوأ هذه الحوادث كانت حديثة طائرة كونكورد أخرى حدثت في مطار واشنطن دوليس عام 79 بيل لايتفوت كان أحد الركاب على متن الكونكورد في ذلك اليوم رأيت فتحة كبيرة في الجناح مع قطع الألومنيوم أو سبيكة معدنية وكثير من السائل الذي كان يتضفق من الفتحة الممزقة في الجناح التقرير الرسمي لهذه الحادثة أظهر أن الإطار انفجر أثناء التوقف والعجلة المعدنية المكشوفة ارتفعت حرارتها بشكل كبير وانفجرت بشكل مباشر قبل عملية الإقلاع الطائرة ارتفعت في الجو ولكن بعد عشرين دقيقة عادت بسلام إلى الأرض نجت الطائرة من هذه المحنة ولكن ظهر العطل الرئيسي في أمان الإطار ركب مهندسون كونكورد جهاز مراقبة للكشف على أسرل الإطارات المنتفخة وعدلوا إجراءات تفتيش العجلات قبل كل رحلة وأهم ما وضحه خبير الطيران ديفيد ليرمونت هو أنهم طوروا إطارات أقوى كي تتحمل وزنا أكبر بمرتين من حملها الطبيعي المطلوب من خلال اختبار الطيران أن نكون قادرين على التصرف خلال التمرين في حال حصل انفجار في الإطار في وقت الإقلاع ويجب أيضا أن يكون باستطاعتنا متابعة الإقلاع من دون إطارات وهنا يأتي دور الإطارات الاحتياطية كي لا يحدث عطل مرة أخرى وهكذا لم يحدث أي فشل في الإطارات استمر الأمر على هذه الحال ثمان عشرة سنة في باريس إلى أن وقعت حدثة خطيرة جدا على الرغم من إجراءات السلامة كلها انفجر أحد إطارات الكونكورد إلى أجزاء المحققون بحثوا بعمق جرى فحص كل الحطام الذي كان على المدرج من جديد فاكتشف أهم دليل بالتحقيق فالثلاثة والأربعون سنتيمترا كانت لغز الشريط المعدني عندما تقارن السنتيمترات ثلاثة والأربعين من الشريط المعدني للضرر الحاصل في إطار الكونكورد ستجدها متطابقة كثيرا فجأة اعتمد التحقيق بالكامل على مصدر هذا المعدن من أين أتى؟ عمل المحقق الجاد يتطلب خمسة أسابيع نظرا لألاف الأجزاء التي تصنع منها طائرات الكونكورد ثم الحدث الأهم اكتشفوا أن الشريط المعدني أتى من محرك دي سي عشر بيانات الرحلة من باريس كشفت أن خطوط كونتيننتل الجوية دي سي عشر كانت قد أقلعت قبل الكونكورد بخمس دقائق قاموا بتعقب مسار الطائرة إلى هيوستن وتكساس ووجدوا أن المحرك كان فيه جزء مفقود وهو الشريط المعدني الذي غيروه قبل ستة عشر يوما أثناء صيانة الدي سي عشر عندما رأى ديفيد ليرموند صور الشريط المعدني لأول مرة اندهش كانت جوانب الشريط قاسية جدا ولم تكن قاسية لأن طائرة الكونكورد قد عبرت عليه وحسب فقد كان شبه مقطوع وجوانبه لم تكن مستقيمة لم يكن كذلك حتى عند صناعته والأمر الثاني هو وجود فتحات ثقبت لتثبيت البراغ أو المسامير عبرها والآن لدى المحققين نظرية قوية حول درجة مساهمة الشريط المعدني بحادث التحطم 81 ثانية قبل التحطم الكونكورد اي اف 4590 تمشي بسرعة 323 كم في الساعة عند أسفل المدرج احتكى الاطار بالشريط المعدني الاطار انفجر وقطعة كبيرة من المطاط بوزن 4 كيلوغرامات ونصف طارت من الاطار على ارتفاع عال باتجاه الجناح لكن خزنات وقود الكونكورد موجودة بالأجنحة والجناح الذي يشكل الدلتا لم يكن مصمما لتحمل مثل هذه الضربة هذا النوع من الاحتمال لم يسبق ان ظهر في التجارب كانت الاهمية من كل التجارب هي الموافقة على الطائرة بالمركز الاول وان حدث وانفجر اطار فيها لا يكون وزن القطعة التي تطير من العجلة اكثر من كيلوغرام واحد تقريبا قطعة المطاط التي اصطدمت بجناح الكونكورد ذلك اليوم كانت تزين 25 كيلوغراما تقريبا ولم يخطط احد لهذا النوع من الصدمات ما كان يمكنك ان تقارن اكثر من الجزء المطاطي الكبير للاطار مع ارتطام بالجناح لكن المدهش هو ان الجناح لم يثقب في تلك النقطة اذا ما دامت القطعة الثقيرة المطاطية لم تثق بالجناح فما الذي سبب بتسرب الوقود في الحقيقة قطعة الاطار التي اصطدمت بالجناح وسببت الضرر كانت كبيرة جدا ومسطحة وعلى الرغم من ثقلها فهي لم تخترق الجناح لكنها سببت موجة اهتزازية لتمر بالوقود الذي بدوره دفع سدادة خزان الجناح المصنوعة من الجلد الى الخارج فكانت نتيجة الصدمة سيئة جدا عندما تصطدم القطعة المطاطية بالجناح تبدأ موجة الضغط التي تبحث عن المفصل الاضعف في خزان الوقود يبدأ الوقود بالتسرب من الخزان خمسة وسبعون لتر من الوقود تتسرب على المحرك كل ثانية لكن الوقود المتسرب بكثرة على المحرك يحتاج الى شرارة ليشتعل من اين اتت هذه الشرارة؟ طائرة الكونكورد التابعة للخطوط الجوية الفرنسية تحطمت بعد اقلاعها من مطار شارل دوغول في باريس يمكن لرسوماتنا تقليد آلة تصوير افتراضية على المدرج لكشف سبب الحادث اثناء اندفاع الطائرة نحو اسفل المدرج شريط معدني خطر مزق الاطار احدى وثمانين ثانية قبل التحطم قطعة ثقيلة من المطاط طارت باتجاه خزانات الوقود الوقود يتسرب على المحركات لكنه ليس كافيا للتسبب بكارثة انه يحتاج لشرارة من مسجل صوت غرفة القيادة نعرف ان الطيارين يواجهون مشكلة في التعامل مع اجهزة الهبوط والاقلاع اثناء محاولة ارتفاع الكونكورت في الجو الطيار كريستيان مارتي طلب رفع عجلات الطائرة لكنها بقيت مفتوحة شريط الفيديو الوحيد المأخوذ للطائرة المنكوبة سيزودنا بدليل اخر سوف يرين اطارات الطائرة من اسفل الموقع ما الذي منع العجلات من العودة الى مكانها التفسير المحتمل يمكننا رؤيته من خلال صور الكمبيوتر قطعة من الاطار الذي انفجر طارت الى علبة اجهزة الهبوط والاقلاع ساعدت على قطع اسلاك الكهرباء عجلات الطائرة علقت باسفل القاعدة والاسوأ من هذا ان الاسلاك المكشوفة ما زالت تتميل بقوة في الهواء بسبب العاصفة الهوائية اذا لمست الاسلاك المكشوفة اي شيء سينتج عن ذلك شرارة ولان المقدر مكتوب حدث ما كنا خائفين منه هذه الملامسة اشعلت الوقود المتسرب وفي تلك اللحظة تحولت الكونكورد الى قنبلة طائرة باستطاعاتنا الان ان نخبركم كيف كان الوضع بالنسبة للكابتن مارت في غرفة القيادة من مقعد الطيارين هو لا يستطيع رؤية النيران كل ما يعرفه هو ان الكونكورد تفقد قوة المحرك الثاني مباشرة في لحظة الاقلاع بعد ثانية واحدة برج المراقبة يحذره من الحريق الخطوط الجوية الفرنسية هناك حريق بيانات الكمبيوتر عرضت كيف كان شكل الكونكورد الان حتى تصبح الامور اسوأ بالنسبة للكابتن مارتي المحرك الاول يفقد قواته ايضا الاحداث تعاكسه خبير سلامة طيران ديفيد ليرمونت يوضح لنا السبب كان هناك تدفق هائل للوقود خارج هذه الفتحة الكبيرة جدا وغمر المحرك الذي فقد القوة بشكل تدريجي فتعطل اخيرا لذلك صار لدى الطيارين محركان فقط على الجهات اليمنى بينما هم معتادون على ان يكون لديهم اربعة محركات من المستحيل ان يحدث ذلك حتى باسوأ الاوقات الكابتن مارتي يحتاج الى قوة قصوى وليس امامه من فرصة كافية ليتوقف على المدرج تسجيلات صوت غرفة القيادة كشفت ان الساعة كانت الرابعة وثلاثة واربعين دقيقة واثنين وعشرين ثانية جرس الحريق بالمحرك سمع وبعد ثلاث ثوان اطفأ الكابتن المحرك الثاني التحذير من الحريق يعني ان تطفئ المحرك وتقطع تخذيته بالوقود ثم تفتح مطفأة الحريق لذلك المحرك لتحاول اخماد النار الكونكورد الان على بعد ثلاث وخمسين ثانية من الكارثة جيل لوجلا من برج المراقبة يقدم ما بوسعه من المساعدة للكابتن مارتي افعل ما تجده مناسبا لديك الاولوية في العودة الى المدرج لكن على بعد ستين مترا كانت الكونكورد منخفضة جدا والمسافة لا تكفي للعودة لذلك اكمل الكابتن مارتي محاولة قيادة الطائرة لاقرب مدرج بمطار لبورجي الذي كان يبعد عنه خمسة كيلو مترات فقط للامام لكن ظهرت مشكلة جديدة للكابتن مارتي وهي ان النار قوية جدا بحيث ان جناح الكونكورد بدأ يذوب ويتحلل مؤخرة اجنحة الكونكورد المعروفة بالرافع الخلفي هي للتحكم تجعل الطيار يتحكم بالطائرة طلوعا ونزولا النار كانت قوية لدرجة ان هيكل مؤخرة الطائرة كان ظاهرا وكأنه يتبخر واجهزة التحكم عند الطيار كانت تتدمر في نفس الوقت صفارات انذار الحمامات كانت مسموعة على جهاز تسجيل الصوت بالنسبة للركاب الدخان في حجرة القيادة جعل الاوضاع لا تحتمل طائرة الكونكورد الان على بعد 49 ثانية من الكارثة في غرفة القيادة مارت يتصارع مع الرافعات الخلفية ويجرب ان يزيد السرعة ليرتفع اكثر ولكنه يعرف ان الاجنحة والرافعات تتفكك بقي 33 ثانية سفارة انذار المحرك عادت لإصدار التحذير وبقيت تعمل طوال فترة الطيران في غرفة القيادة الكابتن مارتي لم يعد امامه اي خيار حتى مدرج لبورجي كان يبعد ثلاثة كيلومترات عنه قبل احدى عشرة ثانية فقط في برج التحكم سمعوا اخر كلمات كريستيان مارتي تأخرنا ما من وقت لدينا بقي اربع ثوان الطائرة انخفضت اكثر من 15 مترا اخر حركة كانت هي ارتفاع الطائرة وابعادها عن مدرج الهبوط 110 درجات وفي تلك اللحظة اصبحت الطائرة خارج السيطرة بالكامل بقي ثلاث ثوان طائرة الكونكورد لا تستطيع السمود اكثر في الجو تباطأت وبدأت تتميل نحو اليسار كان هناك فندق تحتها مباشرة الطائرة سوف تسقط مائة وثمانية عشرة ثانية فقط بعد ان بدأت الكونكورد بالهبوط ومائة وتسعة اشخاص بدأوا يحضقون بوجه الموت بعد ثانيتين تحتمت طائرة الكونكورد فوق فندق المطار الركاب المائة وتسعة من افراد الطاقم على متن الطائرة واربعة اشخاص في الفندق ماتوا جميعا مراقب الحركة الجوية جيل لوجلا بدأ مع رحلة الكونكورد المشؤومة وكان شاهدا على الثواني الاخير المرعبة عرفت ان كل شيء انتهى وعرفت ايضا انها الحقيقة التي لم اتقبلها حتى تلك اللحظة لم اؤمن انها كانت حقيقية او كانت واقعية برهنت لي هذه الحادثة ان الذي لا يمكن ان يحدث قد حدث فتحطم الطائرة كان حقيقيا الكونكورد الطائرة الوحيدة في العالم التي تسبق الصوت الناجحة التي سجلت 25 سنة من سلامة الطيران المثلي تحطمت ب120 ثانية فقط تحطمها كان رعبا مستحيل التصور المسافرون كان امامهم بضع ثوان فقط ليستعدوا للموت المحام كريستوف ويلانز تكلم باسم اهالي الضحايا اعتقد ان المسافرين ادركوا في وقت مبكر ان ثمت مشكلة تحصل بالطائرة الطائرة لم ترتفع ثم اشتعل الجناح وطارت على ارتفاع منخفض عن مستوى الارض ثم بدأت الطائرة بالدوران اعتقد ان المسافرين ادركوا بوقت مبكر جدا ان شيئا فضيعا كان على وشك الحصول ولابد انهم كانوا يستعدون للموت بعد يومين سمح لاقارب الضحايا بوضع الزهور في موقع الحطام وحتى الان هم يشعرون بالخسارة والد جورج ماير مات بالحادثة افتقدته بالتأكيد ترك فجوة كبيرة في حياتي وما يجعل الوضع فضيعا اكثر هو حقيقة موته التي لم تكن ميتة طبيعية بل كانت حادثة مرعبة وفقد حياته في عز شبابه الكارثة كانت صدمة للذين نجوا في بلدة جونيس ايضا رجل الاعمال باتريك تاس نجى باعجوبة كان يعمل بالقرب من الفندق الذي دمرته طائرة الكونكورد ما زالت الاحداث ملازمة له حتى اليوم من المؤكد ان تحطم الطائرة الثرافية لا يسعك الا ان تتأثر بها ان ترى ما رأيته انا الجثث النيران الاصابات فذلك شيء مرعب ورائحة الجثث المحروقة بحد ذاتها فضيعة بالنسبة للكونكورد كارثة باريس كانت بداية النهاية بعد ثلاثة اسابيع من الحادثة جميع رحلات الكونكورد توقفت كان لابد لطيران الفرنسي والبريطاني الذين يتعاملان مع طائرات الكونكورد من ان يقوما بتعديلات على اجراءات السلامة قوية الاطارات تبقى فعالة حتى لو اخترقتها شفرة بطول ثلاثين سنتيمترا المهندسون غلفوا خزنات الوقود ببطانيات كيفلر المضادة للرصاص لمقاومة الاختراقات والمشاكل الكهربائية بكوابح الهبوط التي عززت لكن طائرات الكونكورد لن تحافظ على عظماتها السابقة بعد اربعة عشر شهرا من السقوط ركاب رحلات الكونكورد عادوا ولكن تكلفة تعديلات هذا الاسطول القديم كانت مرتفعة جدا عدد الركاب تراجع كثيرا في الرابع والعشرين من تشرين الاول اكتوبر سنة الفين وثلاثة حملت طائرة الكونكورد ركابها لاخر مرة اول عصر الرحلات بسرعة تسبق الصوت اصبح في نهايته واليوم الكونكورد هي مجرد تحفة تذكارية بعد ظهر يوم مشؤوم من تموز يوليو في باريس كانت نتيجته احداثا حاسمة متتالية قطعة معدنية على مدرج هبوط الطائرات تثقب الاطار قطعة من الدولاب وصلت الى الجناح موجة احتزازية تسببت بتسرب الوقود من الخزان الحطام وصل الى المنطقة السفلية وتسبب بقطع سلك كهربائي